السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين في كل مكان نسعد الله ووقاتكم بكل خير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج فوتويك الذي يتيكم كل اثنين وخميس سنتحدث في هذا العدد عن انطلاق تربص المنتخب الوطني للمحليين هناك في الإمارات أشبل مجيد بوغرا غادروا اليوم أرض الوطن للدخول في تربص تحضيري تتخلل ثلاث مواجهات أمام سوريا سيراليون والكويت الحديث سيطول عن قائمة مجيد بوغرا ومدى جهزية هذا المنتخب لكأس أمم إفريقيا للمحليين هنا بالجزائر بعد ذلك سنتحدث عن تربص آخر للمنتخب الوطني الأول بقيادة جمال بالماضي في انتظار صدور القائمة غادر الجمعة أو السبت تعداد لمواجهتي مالي في وهران والسويد في مالمو لا أطلع عليكم مشاهدين نسعد باستضافة نجم الميادين سابقا وما يصروا البلطوهات حاليا نصر بويش السلام عليكم أهلاً لأيماد شكراً جزيلاً على تلبية يادا وهو يسعدنا دائماً تواجد اللاعب والمدرب السابق للنصر يا كريم زاوي أهلاً وسهلا بك يا كريم مساء الخير عيماد مصر بيوجدي معكم خاصة أخويا فارد مصطفى و أخويا نصر بورلا بل ميرفو عاك قدمتهم أرتيس عاك قدمتهم عاك قدمتهم قلت حاجة ما وارو في علم تدريب أرتيس تعفو تبول أكيد شكراً جزيلاً كريم زاوي على تلبية الدعوة مصطفى مازا أو قدمك كريم زاوي أهلاً بك عيماد رحب أخونا وصديقنا وكان اللعب معي يا كريم كذلك رحب بناصر بويش أحد آمدة المرودية في سبعينية في آواخر سبعينيات وتمانينات وحتى بداية تسعينيات يعني لعب كأن أنا كنت كنت متع والله لا لعب شي مجاملة أنا كنت متع بمناصر بويش ويتحدث عليك بهذه المواصفات في غيبتك لا لا في غيبته نحضر عليها مش إحتى حضرت ليهم لا 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 في غيبته وديم نديله هاديك هاقدر هو يعرف هو قنفنا لو قنفنا صحيح فريد مطاوي القدير محل القناة أهلاً وسهلاً بك بك عماد لا أستطيع أن أضيف شيء لما قاله تحدثوا عن كل شيء ناصر كريم قل اليوم تكبير لما كنا نتحدث عليه منذ قليل أنا وأنت عماد التزم كل ونم تناعم ولا تندم والله هذه الملاحظة التي منحتها منحتها لقبل قليل تبقى تمشي معي كما يقولوا بالعام يحتوينه يعني يدي ربي آمانته كما يقولوا بالعالم إن شاء الله البداية معك ناصر بويش تربص آخر لمنتخب المحليين بقيادة مجيد دابوغرا تتابع حتماً تطور هذا المنتخب من تربص لآخر من ناحية الفنية كيف ترى تربص الإمارات أولاً قبل كل شيء كل إن شاء الله التوفيق لمجيد لأنه إنسان أولاً ما شاء الله هو مدرب إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلوق خلوق وش نقول لك أنه بعد التربص الأول اللي جرى في تونس ومقابلتين نظرنا أنه ضد المالي وضد النيجار وحتى نشوفه لما نشوفه القائمة على اللعبين نظرنا أنه ما جيت استدعاء أحسن لعبين في اللي نشتوفه في القسم الوطني الأول في البطولة المحلية نظرنا أنه حتى ولو الوقت يفوت بسرعة نقوله هاد هاد التربص رح يكون فرصة نقول الفرصة الأخيرة التعوب باش وآخر تربص خرج هذا هي لا آخر تربص وآخر لا صح يدير اللامسات الأخيرة وخلاص أنه الوقت حيمر بسرعة لأن الشان هادا حيبدأ في شهر نوفمبر جنفي دونك قين نوفمبر كأس العالم ديسمبر تمتم أنا نقول لها تلحق يلحق الشان هادا لهذا نظن أنه أنا نتكلم على القائمة خاصة الأهم هو أنه قائمة في المستوى هذه كي نظن ما فيهش كل لعبي الممتازين وموجودين في هذه القائمة نظن أنه قائمة بدون مفاجأة نصر بدون لا بدون ما كاش أنا نظن أنه هاد حسن لعبين ما كاش حسن من هاد اللعبين صحيح من الحراس ربما اليوم غياب فارد شعال لكن حتى الحراس هادو ما في المستوى كساسوة بن بوت رحماني ولا قندوس حتى لو فارد عنده بلاستو معد الحراس هادو لكن خيارات ربما بعد لابليسور تعمل فارد خيارات تعمل جدا في المستوى وفرصة كنت تلقاءات كما قلت في الإمارات نظن أنه لمسات الأخيرة سيقف على التشكيل أكيد ناصر بويش مصطفى مزة ثلاث مباريات سيخوضها رفقة مزيان هناك في الإمارات أمام سوريا في الشارقة أمام سيراليوم في الفجيرة والختم بودية الكويت في دبي كيف ترى نوعيتاته المباريات مقارنة بمستوى المتخب الوطن أولا اللي لازم نركز على الشيء مهم هو التربوس طويل يعني عكس تربوسات 16 يوم نعم عكس تربوسات اللي كان جراهم المنتخب الوطني بقيادة مجد بوغرة والتاقم الفني يختال له ثلاث مباريات حتى المباريات كانت مدروسة الوشول المباريات كأن مبارتين مع منتخبات عربية حنا في المجموعة تعالى عندنا ليبيا هو منتخب إفريقي يوى سيراليون عندنا الموزنبيق وعندنا كذلك إيتيوبيا يعني كل كل شيء مدروس وأكيد أنه مجد بوغرة رح يضبط تقريبا نقول تقريبا التشكيل الأساسية رح هي تبدأ المنافسة رح تبدأ المباراة الأولى يعني ربما لو نشوفوا القائمة في غياب نعم في قياب يدخل بهم مجد بوغرة كاي اللعابين ربما دايما يشاركوا غيرار الحارس قندوز في الجهة اليسرى العوافية في الجهة اليمنى بالخيتر في محور دفاع كداد وكذلك بعض الأحيان يلعب غزالة في وسط الميداء يلعب مريزيق يلعب دراوي مزيان على الجهة اليسرى طاهر على الجهة اليمنى في محور هجوم نشوفه في بعض الأحيان يلعب كاريم عريبي لربما رح يكون في قائمة الموسعة بالماضي في غياب قائمة عفوا عفوا في غياب في قائمة مجد بوغرة مجد بوغرة حتى في وسط الميدان قندوسي كلعب كذلك محوري في وسط الميدان في الهجوم في الهجوم اللعب محيوز دائما يشرك في بعض الأحيان أساسيا هو وكاريم عريبي يعني احنا نقول تقريبا تكون التشكيلة 80% لكن الخيارات ربما هي خيارات مدروسة من مجد بوغرة ويسعى أكيد لوصول بعيدا بهذه التشكيلة إلى اللقب لأن الهدف الرئيس يأكيد رح يكون اللقب نتمنى كل خير لهذا المنتخب ولمجد بوغرة وتقوم فنيتاو إن شاء الله مصطفى مزاك كريم زاوي سنواجه منتخبات إفريقية في الشان البعض ربما تسأل لماذا نواجه منتخبات آسيوية بما أننا سنلعب كأس أمام إفريقية أظن أظن اللعب سوريا و رح نقرب عنده نفس اللعبة كما الفريق الليبي الليبي فريق منتخبات عربية منتخب عربي منتخب عربي يكون عنه نفس المنظومة ونفس العقلية ونفس كرة القادمة نعب الكرة الصغيرة وكيف فيها إرادة فوق الميدان فيها حرارة فوق الميدان لهذا شيء اللي رح يدخل اللعبين دجاه عقلية الفوز في هد تاربوس هدايا لأن المباراة نحن لعبوا ضد إيتيوبيا وليبيا رح مباراتين قويتين لهذا شيء اللي رح درس المنافسين اللعبوا معهم كس في الشان هدية واختار سوريا نظن بل أنه اختيار صحيح منتخب الأول لسوريا نعم مهم جدا أن تواجه منتخب أول نعرف لسوريا كان عندها دائما تلعب الأضوار الأولى في كاس آسيا وهذا الشيء اللي يقول بلي أنه اختيار صائب إن شاء الله نتمنى الفريق الوطني تعمل مجد مجد الكل في المستوى ويمشي أبعد ممكن في هذه منافسة هدية ونزيد في القائمة هذه نشوف بعوش لصدعاه لصدعاه النخب الوطني بالعيد أقول بلي أن ما كانش في مكانش أنا أظن بلي مفجأة الوحيدة استثناء شفنا بلي المرضو بتاعه في اتحاد العاصمة تطور تطور كثير بعد ما كان مصاب لعم نيف كان هذا اللعب بعوش لعب في مدية كان لعب في مدية في البرج ولعب في البرج جابوه الاتحاد العاصمة وكان فيه مشاكل في اتحاد العاصمة اللي مضروب وكانت واليوم أكد على الإمكانيات وعمل بجد واليوم راح في فريق الوطني هذا ما أعطاه هدية ولكن جابها بالعامل العامل ليداوم فيها اللعب هدايا والمرضود في المباريات في بداية السنة هدية واضح كريم زاوي فارد مطوي تيار الأسئلة وصل إليك أخيرا تحدثنا كثيرا عن منتخب بوغراليكي لا يعتبر البعض أننا نمنح أولوية فقط لمنتخب بالماضي كيف ترى تربص الإمارات الذي سيكون الأخير ربما خارج الوطن وكما قال نصر بويش هنا في الجزائر قبل كأس أمم أفريقيا المحلي الحدث هو الذي يفرض نفسه عيماته لا نعطي لهذا حق أكثر من ذلك الحدث اليوم الحدث الأقرب إلينا هو الشان لذلك وجب علينا أن توقف عند أبوغرى وأشباله أول ملاحظة يا عيمات أن أبوغرى قاوم قاوم وتمسك بأرائه في تحديد تشكيلته الأساسية وحتى القائمة الموسعة عندما نجد سبع لاعبين من اتحاد العاصبة 8 لاعبين من اتحاد العاصبة 8 ونفس العدد بالنسبة لشرب بالوزداد والملودية بأربعة لاعبين هذا يعني في قراءة يعني مقتضبة لهذه القائمة نجد أن شارف يقوم بعمل في اتحاد العاصمة هذا الذي يجب أن نتوقف عنده عندما يعني استقدمت رغم الكم الهائل من الانتقادات التي تعرض لها أبو ألم شارف الذي يعمل دائما ينتقد شارف أثبت يعني منذ سنوات بأنه مدرب كفء يعي ما يقوم به ويعطي دائما يعني الإمكانيات لبعض الشباب وهو يعني يعمل ككتلة في أي فريق يحط به شارف أيضا الكوكي حتى يعني وينقلنا بأن شباب المزداد يتمتع بإمكانيات مادية سمحت له باستياد العصافير النادرة في البطولة المحلية إلا أن الكوكي هو أيضا أثبت لثاني فريق يشرف عليه في الجزائر بعد وفاق السطيف بأن الكوكي أيضا يؤمن بالشباب ويؤمن بالعمل مع كتلة يعني قائمة بحد ذاتها المولودية هي أيضا أثبتت مرة أخرى بأن في هذا الموسم هناك أموال في العميد ربما ناصر شاطروني الرأي لذلك يعني حتى يعني هذه التوليفة التي وقعت عيناي بوغر عليها هذه التوليفة هو يعني لم يخترع أي شيء هو أخذ يعني أحسن اللاعبين الذين استطاعوا أن يذهبوا إلى الأندية التي تمتلك الإمكانيات المادية وهي شباب المزداد اتحاد العاصمة وبلوذية الجزائر نستثني ربما فريق الصورة الذي هو لاعب من الصورة وآخر من خنشلة وآخر من لذلك المقاومة التي تحدثت عليها يا عماد بالنسبة لبوغر نجد أن القائمة تفتقر لما عهدناه في السنوات الأخيرة الأخيرة من طغيان لاعبي بارادو اليوم بوغر رأى بأن كرة القدم وأحسن اللاعبين ليسوا في بارادو لاعب واحد فقط وأصر على هذه الاحتيارات وربما الانتقادات التي قلتها في السابق وأعيدها ربما الانتقادات التي تطال اليوم بوغر لا لشيء سوى لهذه النقطة بالذات لذلك مدام أن بوغر لم يتحدث على أي مشاكل تعترض عمله لا يجب أن نكون محامين على بوغر أكثر من بوغر بوغر قال بأن أنا الذي اخترت الذهاب إلى طبرقة ولم يفرض علي أي إنسان هذه الفكرة اليوم بوغر يظهر تصريحاته كذبت كل الأقوي هو كان جده صريح إذا كانت هناك مشاكل وبوغر يتخفى عليها فهذه مشكلة بوغر صحيح عليه أن إما هو يتحملها إما أن يصرح بأنه يعاني من تهميش وهنا هذا يأتي دورنا للتصريح بهذه المفاضلة بينه وبين الماضي وإما الرجل لا يعاني من أي تهميش ولا داعي لأن ننصب أنفسنا محامين على بوغر لذلك لنترك الرجل يعمل كآخر تربص له قبيل انطلاق الشان لا يجب أن نتحدث على هدف بوغر بأنه يسعى إلى الفوز بهذه الكأس إلا بعد انقضاء هذا التربص بعد ثلاث مباريات التي سوف يجريها بوغر علينا أن نقتربنا الرجل ليقف ونقف معه على مدى جاهزية هذا الفارق لرفع هذه الكأس أو لعب الأدوار الأولى في الجزائر ريثما يتم ذلك نحن نقول بأن بوغر استطاع في ظرف قياسي أن يعمل مع ما أتيحت له من إمكانيات بشرية لأنه قلته في السابق وأعيدها من الصعب جدا أن تشرف على فارق محلي يتغير باستمرار مع ذهاب اللاعبين في كل مركاته واضح فريد مطاوي نصر بويش تبات قائمة مجيد بوغر ما هي طبعاتك حول الأسماء المستدعات؟ أنا قلت لك اليوم كان تم لعبين من شباب بالوزداد تم لعبين من اتحاد العاصمة نظن ما فيهش كيفاش نقوله مفاجآت لا يوجد لعب ربما كان يستحق لسهل لا أنا لها اللاعبين موجودين في القائمة هما أحسن لعبين اليوم لنشطة في البطولة حتى ولو شوفوا اللاعب تأتيحات خنش لعب يزيد اللي عنده إمكانيات يقدر يلعب في أي نادي يقدر يلعب حتى يقدر كما نقوله هاد اللاعب هذا يتكسبورت نظن لكن فيه لعبين كما بالخير كما محيوز عبد أحمد مزيان اللي غاني على التعريف كل هاد اللاعبين ممتازين يوجد أنصر الخبرات لا أنا نشوف أنا يعني لما نشوف اللاعب اللي خدمت معاه اللعب نظل أنه اللي كان ربما من أحسن لعبين في هاد في هاد المنصب هادا اللي هو أسامة شيتا شيتا اللي لعب ممتاز ما كانش عنده الحظ لأنه عن إصابات لأنه خدش كان هذا اللاعب هذا كان مشروع بنسبالي بالماضي أول لقاء التعريف معه بالماضي كان رجل مقابلة بكل صراحة في الطوغو كان رجل اللقاء هاد اللاعب كان يقدر يمشي الأوروبا بكل يلعب في أي نادي يصاب على مستوى الركب لا لعب ممتاز الحمد لله يعود إلى لهذا المنافسة ويعود لهذا المستوى هذا ولعبين شوك لما نشوفه كدادة في وسط الدفاع بالعيد لعب ممتاز لهاد اللعبين كان ممتازين الحرس مال كندوسي اللعب نظن هاد اللعب ربما للي اليوم اللعب الوحيد في هاد القائمة أنه هو كندوسي اللي يقدر يلعب في أوروبا يقدر يلعب في أي نادي في أوروبا بكل در لعب ممتاز يلعب لعب ممتاز أنا نظن هاد اللعب هداي وما يستحق ما كان في المنتخب الأول لا لا يجب أن يستحق الممتاز بكل لا كان فيها الشعن لازم شوية كما كان يقول فريد لا في ظل المشاكل التي التي نعاني منها في خط الوسط ربما قندوسي شوف اليوم اللعب الأقرب الأقرب باش يكون في المنتخب الأول هو قندوسي فريد رح يقول لك بعد قليل قندوسي لازم يحترف خارج الجزاء اللي كي يكون في قائمة لا لا إن شاء الله إن شاء الله يدير الشعن في مستوى عالي إن شاء الله يكون الفوز في النهاية إن شاء الله وقتتويج إن شاء الله نصر بويش مصطفى مزا قائمة تظن كما ذكرنا ثمان لعبين من الاتحاد ثمانية من شباب الوزداد أربعة لعبين من المولودية لعب واحد من وفاق ستيف لعب واحد من باردو لعب واحد من شباب قسنطينا لعب واحد من اتحاد خنشلاء ولعب واحد من شباب الساورة ما شك رب تقول حبيت أن أقول لك مدليرة كفى هذه الأسماء يعني لعب 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 ثمانية لعبين ثمانية لعبين الجحانيت كان في ستيف. اليوم ان Kakye مفيا في الستيف حبا ان يقول اني كان في المنت sitter.oneh وخبرت بط 피� KommunITE. ذي بطبيح كان شباب قصنطينة اليوم موجود في موديل الدكزائر. qua shadiba صح .يعني الاعبين من الوافق اوالاعبين من شباب قصنطينة? غزالة كان في اتحاد عنهبة في اتحاد عنهبة اليوم موجود في موديل الجزائر. يعني كان بعض الناس حبتي تخلق المشكلة تلنيامن العاصمة ماولوا خريم العاصية ماولوا هاد اللاعبين هادو كان يلعبوه في الشرق اليوم دبيح موجود في الجزائر شي تعالى طرح تعليه كذا السؤال لا ماشي باش نعطيه بعض التبريات لبعض الناس حابت تدخل يعني وين ما لازمش تدخل لأنه ماجيد بوغر وانا اعتقد ودراي أحسن قائمة صدعها ماجيد ماجيد ما يشوفش في الفارق يشوف في مرضود اللعب كيروح يشوف في المباراة مهموش تشكول يح يلعبوه هو يجي يعين أسماء ربما كين أسماء كما بايازيت بايازيت واحد ما كان يعرفه اليوم موجود في المنتخب لأنه أبهر وعطاه إمكانيات بيين بلي عنده إمكانيات كبيرة وتابعها اللعب وبان في اللقاءات مستقبل لعبهم نعم نعم صناع الفارق صناع الفارق موجود في القائمة يعني الأسماء اللي موجودة اعتقد أنه من بين أحسن الأسماء اللي عينها ماجيد بوغر وراي موجودة في القائمة واضح حوالي عماد فيه ما اختصاصي في كورت القادم تعطيله تشوف البطولة يتبع البطولة المحلية راح يدير تقريبا مقبلك 80% ولا 90% هاد القائمة لما تشوف شباب الوزداد يلعب لازم في كل صارحة فارق قال حتى ولو عندهم مدرور بولاد لكن ماكش أندي أخرى ندو شباب الوزداد مباشرة لا بسكن الناس يتقول شباب الوزداد هو الفارق وطنية المحليين أحسن لعبين في شباب الوزداد الدليل ثلاث بطولة متتالية يا أخي لا بشغال تلاث بطولة وبطولة رابعة بهذا الريتم اللي هو يلعب بها شباب الوزداد نقص مبارتين وفي المرتبة الثانية تلك مقابلات عند النقص يكون بطل هاد الموسمة شباب الوزداد راح بهذا الريتم هذا راح يكون بطل الموسمة صحيح نصر بوش للمرة الرابعة كريم زاوي ربما القائمة مقنعة لحد بعيد بقرى ربما لم يستثني أي لعب يقدم مستوى كبير في البطولة أم لك رأي آخر ربما في القائمة أقول بي أنه في مكان قلب هجوم محيوس بايزيد هاد اللعبين اللي راههم يلعبوا فيك قلب هجوم بغياب العليبي أظن بي أنه حتى محيوس عنده تلتلة ولا أربعة مباراة ما سجلش راه في لكن مع المنتخب الوطني هو دائما يسجل أخر مباراة سجل أنا معاك أنا معاك ولكن أقول بي أنه يزمنا بواحد يكون لعب آخر قناص 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 هل نملك قناص يا كاريزة مع الدناش كان نشوف بوزوك مشا أشوف بشوف ذرفل ومشا اللعبين يلعبوا في البطولة المحرية وكانهم له ويجد وش يقولون له مسعود يمشل بلجيكا تاعة الساورة اللعبين هذول إذن كفريد مطاور قالك بوغيرا يقاوم لحد الأمور ما عندناش ما عندناش في هدى في الشان هدية ونلعبه ضد ضد فرق قوية تلعب ضد ليبيا فريق أول تلعب ضد إيتيوبيا فريق أول لازم لك لعابين تلعب عندك لعابين دوي خبرة وعندهم تفكير جيد فوق الميدان قناصين الأهداف لازم لك واحد اللي يدير رادي فيرانس في الخاش عندنا فريق متماسك في كل الخطوط من الدفاع وصف الميدان خاصة وصف الميدان تعنا راح لابس عنده لعابين لم يلعبوش جحنيط شيدة كل عندنا وصف الميدان خارجة ولكن في الهجوم خاصنا واحد لسجل الأهداف نشوف نشوف فريق المحلي يلعب أحسن قلب هجوم بسمحلي بايازي لا لا نحيوز ل نسجل عدة أل نقطة استفهم أن المرضو تتاعه مع المحل مع الفريق المحلي أحسن بك على ناصر ربما أبرز مثاله إسلام سليماني في آخر حاليا حاليا ناصر حتى بايازي طويلاً نوعنا على هذا السؤال لكن هل أنت متفائل بقدرة مجيد بوغرة على حصد اللقب هنا في الجزائر أنا قلت لك قبل أن تطعح السؤال بأننا يجب أن ننتظر نهاية هذا التربص لكي نقف على مدى استعداد مجيد بوغرة وأشباله على مزحمة الأفالقة ترى أنه هذا التربص مهم جداً لهذه الدرجة مهم جداً مهم جداً عماد أكيد هو الأطول هو الأطول مباراة مباراة راح يسمحني كيف لك الفضل كيفاش راح الأسلوب بتاع اللعب بتاعه بعد الفوز أو كيفاش الحسابات النقاط في هذا الدور الأول رتوشات الأخيرة لا فيها أشياء كثيرة وتقم فني في المستوى كسا صوت جمع المصباح كمطمور ولا بن حموغ عندما نظن تقم فني في المستوى هذا بس به راح يصيبوا كل لسوليوسيون لهذا لشان هذا كيفاش راح يوجدوا ويحضروا هذا الفارق هذا إن شاء الله يذهب أبعد ممكن فتشتان هذا أنا أعود فقط لملاحظة كريم أنا أظل بأن في محلها عندما نتحدث على قلب هجوم ونتبار مع الأفارقة علينا أن نكون جد متطلبين من ناحية المنفولوجية قلب الهجوم أيضا نشاطره قلب الهجوم مع الدفاعات إفريقيا يجب أن يكون يتمتع بقوة خارقة وأنا مع كريم في هذا الطرح لذلك عندما نتحدث يعني يجب أن نربط بين المنتخب المحلي والمنتخب الأول عندما نتحدث دائما عن المنتخب الأول ونقول لماذا إقصاء اللاعب المحلي تخيل هذا منتخب محلي وما زلنا نعاني في بعض المراكز مثل قلب الهجوم الذي لم نعثر بعد على ذلك تلك المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذا المركز كيف نتحدث على المنتخب الأول ونقول بأن بالماضي لا يستدعي اللاعب المحلي هذه ملاحظة أولى ملاحظة ثانية يا عماد عندما تحدث مصطفى منذ قليل وقال لك بأن هناك بعض الأقاويل تتاهم بوغرة بالجهوية أنا أظن بأن بوغرة مقبل على إجراء يعني دورة الشان وهو مطالب برفع كأس هذه الدورة هل مجيد يعني من الغباء هل مجيد يفضل أن يكون جهوي ويرفع يعني كأس الجهوية بدل ما يرفع كأس الشان هذه يعني هذه الانتقادات التي دائما ما تصب في زرع الفتنة لا أكثر ولا أقل هنا تتأكد أن هذا الانتقاد ليس بناء أو انتقاد هدام بدرجة عندما يتحدثون على أن مجيد ابن شباب الوزداد أو الملودية أو اتحاد العاصمة لعب مغترب لا علاقة له أصلا بالانتماءات يعني للفرق الجزائرية ومجيد بوغرة عندما يجد لعب إلعب في تندوف وهو يتمتع به مواصفات التحدث عليها كريم يضعه يقول له أنت ابن تندوفا لست ابن العاصمة ولن أستبعيك عازيز الحمريم الصورة من رغم أن الصورة تبر بفترة صعبة يعطيك الصحة لكي شفنا هذه عازيز الحمري يقدر واحده يصنع الفرق خاصة على الريوق الأيسر مستقرنا هنا هذرنا على الإكزامبل بيازيد لعب راوي يبرس في النادي تاعه النادي تاعه يا راو في اللي نقوله في النادي تاعه يا راوه هناك يا راوه مستدعي هنا شوف نعوده نعوده للمتخب ما تقدر سمح لي فعل ما نقدروش نتكلمه اليوم بوغرة لا ياخد تم لعابين من شباب بالوزداد شباب بالوزداد أنا قلت لك بطل الموسم الماضي حيكون بطل هذ الموسم راوي الشارك في كأس كؤوس دوري أبطال دوري أبطال تحر العاصمة أو تآهل كأس الكاظ تحر الكاظ نعم نشوية المنافسة هذا حتزيد اللعب انت لما تشوف عناش قلت لك أنا في الهجوم أيمن محيوز ولا يدي زوتو ماتينز في كورة القادم عبد الرحمن مزيان العريبي أيضا سيكون في شان المقبل هو ممكن في قائمة بالماضي يمكن سيلعب بشان هناك حال إضافة شوف عند أي ناخبة ومدرب كين نميرو آني ميرو دوني ميرو دروا هذه هي اليوم أنا نظن في أدهان مجيد أنه محيوز هو الأول ربما بعد كين تربوس تربوس طاويل كما قلت 15 يوم أو 16 يوم تلت لقاءات راح أتعطيه في أفكار أخرى ربما صحيح لا أرضيب لك ملاحظة بركة إيباد عندما أتحدث على هذه النقطة لنذهب إلى البي اجي هل يعني لو عدنا إلى إلى لايبي البي اجي بتعدد جنسيات ربما كل الفريق موجود في المونديار الآن هل نقول بأن كل المنتخب كل الناخبين في الأرجنتيين حتى ألمانيا ألمانيا هناك ثمين لعبين من باير ميونيغ سبع لعبين من كاعدك صح نقول بأن يعني كل كل الناخبين في مختلف المنتخبات يفضلون فريق البي اجي لا يا أخي فريق البي اجي صحيح وجودين في شباب الوجدان الوقت وقت الجزء الأولين سمع لي يبحث ماجيد عن لطوماتيزمات ولطوماتيزمات وين جايين الفريق ليت لعب الأدوان الأولى زيت زيت عنده ثمين لعابين لو تشوف أنت في كل مناصب شباب الوجدات كاين في الدفاع كاين في الوسط حتى كاين في الهجوم يعني باش ما يتعبش ما جيد يبحث على لطوماتيزمات بين شباب الوجدات دفلك شي دفلك شي يعني يعني في هذه القائمة هناك ستة عشر لاعب بين الاتحاد والشباب الاتحاد في دور المجموعات في المجموعات رابط أبطال يعني ما تريدونه أكثر من ذلك حتى نوادي الأخرى ربما العام الماضي لعبت الأدوار الإفريقية طبعا سنوصل للحديث عن هذه الأمور المهمة لكن بعد هذا الفاصل لا تغيروا المحبة وفاوا بالعهد وهدوا المالحرية وليوم جا وقتنا باش نعاهدوا نفوسنا بالخدمة نزيدون بنو بلدنا في دم كل واحد فينا تجري نفس الإرادة القوية بالثقة وإيمان نأكتب صوتنا بالثقة وإيمان نأكتب صوتنا وعقدنا العزم انتحيا الجزائر وعقدنا العزم انتحيا الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم جددا مشاهدين برنامجنا متواصل في جزئه الثاني سنعرج للحديث عن المنتخب الوطني الاول المقبل والاخر على تربص تحضير بداية من الاثنين المقبل تحضيرا لوديتي مالي في وهران وسويد هناك في مالمو فريد مع طاوي قائمة بالماضي غدا او بعد غدا هل سنرى أسماء جديدة او بالأحرى مفاجآت مقارنة بقائمة تربص سبتمبر الأخير على حسب ما اعتقد ان ليسة الأسماء اليوم هي شغلنا الشاغل يا عماد الكل يعني في العائلة الإعلامية ينتظر في القائمة وكأننا سوف نلعب المونديال هذه قائمة بالماضي يتريث لأن هناك جوالات لعبات يوم أمس فقط في مختلف بطولات الأوروبية عليه أن ينتظر هذا لاعب مصاب هذا لاعب لم يدخل أصلا إلى المباراة والرجل يحاول ضبط هذه القائمة وفق هذه المعطيات ما الذي يضغط على بالماضي حتى يعلن على القائمة 20 يوم قبل بداية التربص يعني ما هذا الهراء؟ لماذا اليوم العائلة الإعلامية تريد دائما الضغط ويعني توهم الرأي العام بأن الإفساح عن القائمة بالماضي وهي معلومة جدا مهمة في العالم الصحافة يا أخي الرجل بعيد عن المونديال سوف يجري مبارتين وديتين بكل هدوء ينتظر إجراء الجوالات مثل ما قلت ويضبط القائمة وفق هذه المعطيات وحتى الأسماء الجديدة هناك ترتيبات إدارية مع الفيفا لتغيير الجنسية الرياضية وما إلى ذلك كل هذه الأمور أمور داخلية هي ليست بسر لكن لا يجب أن نفسح على خبر هو لم يتأكد بعد لذلك لنكون منطقيين في بعض الأحيان عندما نتحدث على شحف المعلومة أي نعم هناك شحف المعلومة على مستوى الفاف لكن ليس لهذه الدرجة عندما تكون الفاف أو المنتخب الوطني أو الناخب الوطني في محادثات مع هذا اللاعب أو ذاك والرجل يأخذ وقته لكي يغير هذه الجنسية وربما الكثير يجهل كيف تسير هذه الأمور عندما تكون الهيئة المشرفة على هذا الملف تغيير الجنسيات لديها تراكم من الملفات عليك أن تنتظر في الطابور يا عماد لذلك أنا لا أتوقف لا عند الأسماء التي تذاع هنا وهناك أو أمر آخر عندما يعلن بالماضي مرة أخرى أقول عندما يعلن بالماضي هذه التشكيلة سوف نتوقف عند الأسماء إن كانت هناك جديدة سوف نتناقش ونتباحث عن هذه الأسماء وما فائدة جلبها في هذا المركز أو ذاك وإذا كانت القائمة تختصر أو تقتصر على الأسماء التي ألفناها علينا أن نكون مع هذه القائمة ولنرى ماذا سوف يفعل بالماضي بهذه الأسماء في المباراة القادمة لا أكثر من أقل وضح فريد مطاوي كريم زاوي كمدرب ما هي المراكز التي تحتاج لدعم من بالماضي في هذا التربص أو بسيغة أخرى ونشوف نقاط ضعف هذا المنتخب نقول شي نقاط ضعفه لكن بالإصابات اللي راهي راهي في الفريق الوطني خاصة في محور الدفاع قدران مصاب توقال توقال مصاب توبا يعود مصاب بالملكة تفتاع هذا الشيء اللي يلازم عليه خاصة في الدفاع ولكن عندنا مشكلة من قبل خاصة دائما حتى بحضور هؤلاء اللاهبين هناك مشكلة وعندنا ثانية في الهجوم خاصة في مكاتع قلب هجوم ثانية عدنا ديلور اللي كان مصاب مصاب سليماني متواجع مستوى مصاب سليماني عدنا بالليل كيف كيف كان مصاب عمورة إذن راه تكون عنده ورشة كبيرة خاصة هو ما حبش حبش ينطق بالقائمة ولكن يستنى يستنى قبل واش تكون صحة اللعابين أولا ثم تأنيين لعابين اللي راه مستدعيهم للتربوس القادم هذا ولعب جدد اللي راه هو دعام الدورة في البطولات الأوروبية خاصة اللي سمعنا على فارس شعيبي عشرين سنة اللي كان استدعية من قبل من طرف الناخب الوطني ولد علي أقل من عشرين سنة تحت هاته العشرين سنة وكان رفض باش يجي قال لأ طبعني وقت باش خاصة كان عنده العام لاعب تاعه الأول فيه كلاعب محترف كان لازم له وقت باش يتأقلم وباش يفرض نفسه في الفريق تولوش واليوم راه في القائمة والساعة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله هذا الشعب هذا يكون في الفريق الوطني ويقول دائما بأن الناخب الوطني رأى دائما على قدم وساق باش يجيب لعابين في المستغرات لأن عدة لعابين في الفريق الوطني رأهم فتو السن تحهم فوق 33 كانت 33 سنة إذن باش ينبشي للكأس العالم الجاي لازم لك لعابين شبان عندهم قوة وعندهم رغبة باش يمثلوا في العالم الوطني تحدثت عن أمور مهمة من بينها فارس شعيبي لعب تولوز نصر أبوش مهدي لريس متوسط ميدان سامب دوريا وفارس شعيبي لعب تولوز أبرز ما يميز قائمة بالماضي هذا آخر ما تم تدوله هل تتوقع حضور ثنائي في القائمة؟ إن شاء الله لأنه اليوم إضافة كبيرة حتى ولو كما قلوش فيه وشق الفريد أنه اليوم نتكلموا على القائمة الناس تتسرعنا بالحصول على القائمة صحيح أن نشوفوا منتخباتهم في المونديال وينلعبين تحهم أصيبوه في الدقائق الأخيرة أو الساعات الأخيرة قبل ما تمدل القائمة باش نشوفوا لكن أنا مدابية هدا الشباب هدا كما فارس شعيبي 19 سنة لعب ممتاز يلعب في تولوز يكون في المنتخب الجزائري أنا نظرنا اليوم الفريق الجزائري يخصوا كما نقولوا الدم جديد يعني لأنه لازم شباب لازم في بعض لازم نجربوا ناس ليحبوا حتلعب المنتخب الوطني باش نعودوا نرجعوا لبون نيفو ونسهلوا العمل للناخب الوطني لأنه الناخب الوطني اليوم عليه أن ننظن أنا رأيي الشخصي أنا أنه يجدد الفريق لأنه فيها كأس إفريقيا فيها تصفيات إن شاء الله نوجده المونديال 26 بور كوابا نظن أنه من الآن لازم تجديد المناخب ضخ دماء جديدة مصطفى ما زال نملك بعض الإحصائيات للاعبية المنتخب الوطني نسهلها بالقائد رياض محرز لو يمنحنا المخرج أرقام رياض محرز أرقام جد متواضعة من هذا اللاعب هذا الموسم بالتحديد في الدوري الإنجليزي خضى تسع مباريات أربعة كأساسي خمسة كاحتياطي ما مجموعه 371 دقيقة والحصيل هدفين زائد تمرير حاسمة أما في دوري الأبطال لربما ست مباريات خمسة أساسي مرة واحدة احتياطي فيما مجموعه 370 دقيقة مصطفى ما ظهر ما زلت متمسك برأيك في هذا اللاعب أنه حاليا لا يملك مكانه في المنتخب الوطني لا في الوقت اللي ويكان رياض محرز قلت ما عندوش لما كانت كانوا لعبي في المنصب تاعه أحسن منه بكتير نقول لك أدم والناس أدم والناس كان أحسن منه ما كان أدم والناس حاليا ما زاله راح يقدم مستوى مميز ما زال نزال نتكلم على الفترة وين تكلمت عليها زيد تعني نجي ما نجيش نتريد نشوف يعني جاي بلك يجي بلك ما يجيش حنا حابين لعابين دايما عندهم هذيك الرغبة عندهم هذيك الحرارة كي يجي للمنتخب الوطني ما ليش نقول رياض ما عندوش هذيك الرغبة لكن لو نعود لك إلى إحصائية اللعب نقول لك أنا شفت المباراة البارح شفنا أنه رياض محرز عادل مستوتاه عادل مستوتاه وتسجيله لأهداف تمريرات كان هو ليساهم في الهدف الثاني يعني شوف حتى تحرك كتير تمريرات بينية آخر خمس مباراة هناك حسن بك كتير حتى يعني ربحت تيقة تاقوار ديولا لكن أنا حاب نتكلم على شي مهم مهما تكون الأسماء اللي رح تكون في القائمة اللي هم من اليوم هو استرجاع هذهك الروح لأنه كرة القادم ما عندك شهادة الروح ما عندك شهادة الرغبة ما تقدر تدير ولو مهما تكون الأسماء ليجي محرز بالليلي أحسن اللاعبين تاوعنا ما تكونش عندهم هذهك الرغبة و هذهك الروح ما يقدروا يدير ولو لهذا نقول لك أنه ربما فقدنا شي مهم اللي كان عندنا ومشينا به مشينا به بعيد هو هذهك الروح هذهك الإيرادة دايما تقدم أحسن دايما نحب نجي المنتخب تاعي باش نمد كل ما لديه شوفنا في بعض الأحيان بعض اللاعبين شغل تراجع لأخر تاحهم تراجع تذيك الإيرادة تاحهم والرغبة تاحهم باش يجو المنتخب تاحهم ما هي الأسباب الأسباب شوف الأسباب رياد محرز يضيع مونديال في سن مثل هذا صعيب يخرج من دور نسف نهائي تاحك سنفرطة أبطال أوروبا صعيبة هذا ما تحدث عنه مؤخرا لا صعيبة صعيبة الرياض ولا اللاعبين بأسماء كبيرة من الرياض محرز صديو ماني ولا لعبين محمد صلاح ولا لعبين مثل هذا أسماء كبيرة أسماء من بين أحسن عشر الأوائل في العالم لكن لما تقول لي أنه ربما دائما نبحث على القائمة نبحث على الأسماء أو جاي أو ما جاش لكن دائما ننسوا لي راهم لي راهم موجودين أنا نتكلم بلي راهم موجود ما لي ما جاش ما راح بابه يجي تولي عنده الرغبة تولي عنده الأخر يجي تفريق الوطني لكن اليوم أنا قائمة محطوطة يجي المنتخب بتاعه يجي مثل الألوان المنتخب بتاعه وأنا نقول لك عماد إحنا إحنا راح نتكلمه كثير على على أسماء اللي ربما راح تزيد تعطينا أفلام تركية واحدة أخرى ما يشرح تجي لكن الواجد لي عندك عندك لعبين مثل القندوسي في وسط الميدان راوي مردود لاباس به ويقدر يلعب في أوروبا يلعب عادي لعب قندوسي كي اللاعبين في البطولة التعنا ليقدروا يقدروا يلعبوا في المنتخب الأول لكن إحنا دائما نبحث على لعبين اللي إحنا را نقوله ربما هدوما هدوما يقدر يلعب برهم اللعبين ما يقولون يقول هكذا عبدالله عبدالله عاد في المستوى في محور دفاع عبدالله عاد في المستوى تعوي عبدالله في الوقت الحالي بعدم وجود في ظل عدم وجود لعبين في خطة الوسط الدفاع ربما عبدالله يسحق يقدر يكون يقدر يكون لكن في بعض الأسماء لكننا دائما نحن نتكلم عن اللعابين الموجودة تحت اليد ودائما نجب نبحث على الروح نعاوذ نرجع هذه الروح التي كانت عندنا في الأول بعدما جاب الماضي زرعها فيهم هذه الروح زرع فيهم تقافة الفوز هذه اللي ربما كانت خاصتنا باش نتأهله إلى المونديل وباش نروحه بعيد في كأس وبمعفرقية صحيح مصطفى مزافرد نعطيك إحصائيات لعب أساسي في المنتخب الوطني ومنحنا رأيك المخرج أعطينا أرقام بليلي يوسف بليلي في الدولة الفرنسية مع أجاكسيو ثلاث مباريات اثنين كأساسي ومباراة واحدة كاحتياطي مجموعة مئتين وثنين وخمسين دقيقة الحصيلة هدفين زائد تمرير حاسمة حاصلة جد مميزة في الدولة الفرنسية مع بريست أربع مباريات اثنين كأساسي اثنين كاحتياطي مجموعة ثلاثمية وتسعة وخمسون دقيقة الحصيلة تمريرتين حاسمتين لو نأخذ الإحصائيات يا عماد وندخل في نفتح باب المقارنة سوف تكون مقارنة جائرة لماذا؟ عندما تحدث ربما منذ قليل أعطيت إحصائيات رياض رياض في السيتي وبليلي في أجاكسيو يعني بين القمر والأرض هناك مسافات ضوئية لا لكن بليلي في منصبه بليلي في منصبه ومحرز في منصبه طيب عندما نأخذ إحصائيات اللاعب في السياق سياق البطولة الفرنسية وأين في فريق يتذيّد الترتيب في البطولة الفرنسية ونأخذ رياض في فريق يتسيّد البطولة الأنجليزية كيف يعني تريدني أن أقارن وأتغذى على الأرقام لا أستطيع أن أتوقف عند الأرقام رياض محرز رغم أنه لم يشارك كثيرا في هذا الموسم لكن قبيل هذا التربص التوهج رياض محرز في مباراة أول أمس كانت قمة القمم وعاد الرجل إلى مستوى مثل ما تنبأت له في الكثير من المرات في هذا البلاتو وقلت لك رياض عائد عائد يا عماد عندما نتحدث على لاعبين وصلوا إلى 30 سنة ورفعوا البطولة الأنجليزية 4-5 مرات ونالوا جائزة أحسن لاعب في إنجليترا لا نتوقف عند الإحصاء ونقول بأن رياض عاد ليشارك في بعض المباريات نقوله على شعيبي ربما لاعب 19 سنة نحتاج لأن يشرك مدربه في تولوز يشركه كثيرا حتى يكسب الكثير من المباريات في الجنية لكن بالنسبة لرياض الأمر يختلف ولا نتوقف عند عدد مشاركات رياض محرز لأن رياض محرز لاحظ معي على قلة مشاركاته في السيتي عندما يدخل رياض لا تلتمس بأن هذا اللاعب يلازم ذكة الاحتياط عندما يدخل رياض ويلمس الكرة هذا رياض محرز يعني هذا لا يتكرر يا عماد لذلك أنا لا أقارن ولا توقف عند الإحصائيات بالنسبة للاعبين كبار نالوا من القيمة ما نالوه خلال أربع سنوات في ترتيب أحسن لاعبين ريفرونس فوتبول وهو بين الخمستاش الأوائل في العالم لذلك لنا تغاضى تعرف على رياض محرز حتى لو لم يلعب رياض عندما تشرك رياض في التشكيل الأساسية للمنتخب الوطني وتدخل أمام أي منافس تخيل بأنه سوف يحدث زلزال في الخصوم لا لشيء سوى لأنهم أمام رياض هذا رياض يا عماد هذا استثمار داما سنوات حتى أستطاع أن يكتسب هذه المكانة لذلك أنا أعود وأقول يعني عطفاً عما كان يقوله مصطفى قال مصطفى يعني لم يكن ضد رياض قالك في بعض المباريات رياض مر جانباً عندما احتجناه يعني في مباراة الكامرون أو ما إلى ذلك وأنا معه في هذا الطرح لكن أن نقول ربما بأن كان هناك لاعبين أحسن منه أنا لا أظن لأن أدموا الناس في الفترة الماضية كان يلازم الدكة من كثرة الإصابات في نابولي والرجل صرح مؤخراً يعني أدموا الناس قال بلي اختيار نابولي كان غلطة من غلطات سيير مشواري الكروي لذلك أنا يعني عندما يتعلق الأمر أعود وأكرر عندما يتعلق الأمر بلاعبين كبار من طينة رياض ما حرز الإحصائيات اللي نحطوها يعني نضعوها جانباً واضح فريد معطوي نصر بويشة منحك لعبين اثنين هما في دفاع المنتخب الوطني نتحدث عن يوسف عطان المخرج أو عيسى موندي عيسى موندي في الدورة الإسبانية في هذا الموسم لعب سبع مباريات ثلاثة كأساسي واربعة احتياطي لعبة ميتين وثمانية وخمسين دقيقة الحصيلة ولا هدف في دورة المؤتمرات ست مباريات كأساسي لعبة ربعمائة وخمسين دقيقة لعب فيلاريال زناتك زناتك إحصائية عطال إحصائية يوسف عطال إحصائية يوسف عطال في الدورة الفرنسية إحدى عشر مباراة ستة كأساسي خمسة كأحتياطي خمسمائة وربعة وثلاثين دقيقة الحصيلة هدف وحيد وفي دورة المؤتمرات أربع مباريات كاملة تلثمائة وستاش دقيقة نبدأ بإيسى موندي عيسى موندي نظر أنه من أنا لي من أحسن المدافعين لا نملك خيارات كثيرة سنوات هذه اللي فاتت من أحسن المدافعين لعب كما قلوا صبر يدير العمل تاعه كما ينبغي لعب في أنديا كما كان يقول أيضا الريال بيتيس في فيلاريال نظر أنه أنديا هدية كبيرة اللي تلعب أدوار الأولى فبو تلعب الكؤوس الأوروبية كما فيلاريال نظر أنه حتى ولو شوفوا المدربين اللي كانوا كان هنا يمري مع هنا يمري ما كان شي لعب كثير ربما مع المدرب هذا الجديد الآن ربما حد تكون عنده حضور كبيرة أن يكون أساسي لكن يقعد لعب مازال منتخب الجزائري يحتاجه كما نقول هذا اللعب مازال يحتاجه الناخب الوطني يحتاجه لعب انضباط تكتيكي كبير انضباط تكتيكي خالوق لعب هادية لليوم ماخداش ناصيب كبير من الإشادة الإعلامية لا هذه هي معليش وذبح في بعض الأحيان ذبح من قبل البحر لا لأنه كان ربما صدير دفاع المحور الدفاع دفاع الشاك فوى نتكلموا عليه لكن بصفة عامة لما نشوف المشوار التعو كان المرضو تتعو المشوار التعو لا بس بهم ماذا عن يوسف عطال يوسف عطال لحب يوسف لعب ممتاز أنا لي لعب ممتاز سجل هدف في آخر تربوس آخر تربوس تزديد من بعيد هدف البطولة الفرنسية هدف كما يقوله تأتي من ظاهر أيمن عصري لا لعب ممتاز حتى ولو ربما نظن أنه الإصابات جيناتوا شوية لأنه ربما لازم يحتفظ يقوم بنفسه يعني يحس أن من ناحية صحية وكيف يعيش ليجينا لكن لعب ممتاز من أحسن المدافعين اللي عندنا في هذه السنوات الأخيرة في المنتخب صحيح نصر بويش كاريم زاوي ربما أنت أدر بهذه الأرقام أكثر منها كمدرب لاحظ معي أرقام إسلام سليماني جد سلبية مقارنة بمواسمه السابقة ما مصير هجوم المنتخب خاصة في ظل إمكانية غياب ديلور بنسبة كبيرة بسبب الإصابة نقول باللي السليماني تسع مباريات لاحظ معي الإحصائيات تسع مباريات في لسبونا كان كان في المستوى العام من تاو اللولين ومزاد خد الكأس في لسبونا كان في عام الاستقرار لخل يقدر يبرهل على الإمكانية تاو وكان ما تعطش نهار مشا الأوروكا كان ما تعطش باش يفرض نفسه وخاصة وكان لعب أساسي من 2014 إلى لكن كريم زاوي سمحني لو أقاطعك لعب تسع مباريات مباراة واحدة كإحتياطي ثمانية كأساسي مع ناديها الحالي أجاكسيو سليماني لم يسجل أيهاد لم يسجل مع براست اختلطت الأمر بينها وبين بلي لأول مرة ربما يعيش سليماني هذا الكابوس في موناخ وكما كانش يسجل كتير كان يسجل تلت أهداف أربع أهداف ما يقدرش من بعد مشال لزبون عاود رجع عاود رجع وين مجال رجع البرست نقول بلي أن في ليون في ليون في ليون ما مش نعم ولكن نقول في الفريق ونقول بلي أن ما عندوش فريق قوي جدا ما عندوش مهاجمين يلعبوا على الأطراف يعطيها كورات ما عندوش يعطيها كورات بشي يسجل كما رأوا هولاند في السيتي الكل كورات من من المهاجمين يلعبوا الهولاند ولكن في المنظومة تعبرست ما عندوش لعابين داو المستوى لو يقول بلك سليماني مع هنيمار ومع هميسي ويقول بلك هو هدى في البطولة الفرنسية ولكن عندو لعابين على حساب ميزانية الفريق لهذا الشي ليخلى سليماني ما يبرش كتير وما يسجل على الأهداف صحيح أسمح لي ناصر شفت الوعاء نتكلمتك عليه لما تحط على الإحصائيات يا عباد وعاء اللاعب أين يلعب هذا اللاعب في أي فريق مهم جدا صحيح عندما تتحدث على إسلام السليماني لا يستطيع إسلام السليماني أن يصنع الفارق في فريق اسمه يا عباد للك لك صراحة لذلك لذلك أنا أقول وفي علم الإحصاء دائما أنا أتوقف عند هذا المعطاء عندما نتحدث على الإحصائيات عند اللاعبين لنتحدث أيضا عند تواجد هذا اللاعب في هذا الفريق عندما نتحدث على رياض محرز وهو للسنة الخامسة في السيتي هذه من الأحصائيات يا عباد لماذا احتفظ برياض محرز لأنه يؤمن بهذا اللاعب تواجد اللاعب في فريق كبير يدخل في ضمن الإحصائيات لهذا اللاعب لذلك أنا عندما أقول بأن إحصائيات هذا اللاعب في هذا الفريق الكبير ضئيلة أمام إحصائيات هذا اللاعب في ذلك الفريق يعني الصغير يعني كبيرة لا يجب أن نقارن لا نقارن بين السيتي وفرق تتذيير الترتيب في فرنسا نصر في عجلة فقط لأن الوقت سليماني باش وشقال كاريم إسلام سليماني ما قدمه للفريق الوطني منذ كما قال لكم أشياء كثيرة أحسن هدف هدف تاريخي اليوم ما قدروش ندخل احتوي له وليكون في أي قائمة يدير هالنقب الوطني إسلام سليماني لازم يكون لما قدمه للكورة الجزائرية والمنتخب الوطني بكل صراحة نقول لها احتوي يلعب في بلاس ما يسجلش هدف له ولي في جيرو وراح الكاس العالم احتوي له حصلة لا كانت كلم كتير قال عالك المساعد بيقوة في لا ايه اتحبين معديش يعني معاك سجلنا تلت أهداف ورما أهداف أخيرا لكن من قبل لا من قبل كب لكن في الكاش الدي في سبيا في رصب جيرو مكانش يسجل لا لا بس شوف يقول لك أعطاه سجل أهداف روض بيوت تعال ريكور تعال تيريوري لهذا والله الكلمة أخرى على رياض محرز قلت في بعض الصحف ولا قد يرى أنه رياض محرز تعال أول أمس لعب لعليستر نحرز نجم الفريق نجم الفريق المنتخب الوطني هو النجم الفريق يفور بكل صراحة لما تلعب بنتايا في سيتي وين كين فودان كين ديبرين برناردو سيلفو كل هاد هالند النجوم النجوم تلعبون صحيح لا لما ما تلعبش أساسي تكون مو نفسة كبيرة البارح ربما شفوا رياض تعاليستر لأنه قبل اللقاء لابدو رح يكون أساسي رح يسأل في كل ارتياح نصر في غياب هالند وهذا نتكلمه نجم عالمي للأسف الوقت أنت أنت تحدثت عن ما قدمه إسلام سليماني وما قدمه محرز وأنا أشكرك جزيلا شكرا على ما قدمته اليوم في هذا الضمنامج نصر نضرب موعدنا ربما في كأس العالم إن شاء الله إن شاء الله كريم شكرا جزيلا على أفضل شكرا جزيلا شيخ مصطفى تحية كل ما نتبعه فينا إن شاء الله نكون عطينا وش لازم في ساعة من الزمن في ساعة كمان من الوقت زعب مصطفى كي قندوسي الوحيد ما تزعب شخص شكرا جزيلا مصطفى مظاف ريد معطوي شكرا جزيلا على الإطافة شكرا جزيلا لكم وصلنا نهاية عدد اليوم برنامج فوتويك قبل الختام وجه تحية خاصة لتوفيق قوجة باش وإلى عائلته الصغيرة نتمنى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية أما أنتم مشاهدين الكرام نضرب لكم وعدا الاثنين المقبل إن شاء الله سلام